النهاردة الحقيقة يمكن ميستر كولر كان لي اجتماع خلينا تابع معاكم أخبار البعثة زي ما قلت لكم البعثة دلوقتي في طريقها للرباط إن شاء الله استعدان لموجة الريال يوم الأربع اللي جاي وفي بعض الملفات اللي يمكن ميستر كولر بدأ التحضير فيها مع جهازه المعاون أولها طبعا الملف الطبي دكتور أحمد أبو عابل طبيب الفريد نهاردة كان فيه اجتماع بينه وبين ميستر كولر قبل بداية الميران الجماعي اللي طبعا تلعب في ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة ملعب استضاف مبارات مبارح وكان فيه حرص على يعني الاطمئنان على حالة اللعيبة خصوصا بعد مواجهة سياتل ساوندز وحالة الإجهاد اللي ممكن يكون بيشعر بيها البعض خلينا أقول لكم أفشة من اللعيبة اللي يمكن كان نسأل أنا عليها جدا الجهاز الفني حط الأفشة برنامج تدريبي منفرد على طبعا هامش الميران اللي النهاردة تلعب الصبح أو التمرين اللي اتعاملت الصبح النهاردة وبعد ما خلص البرنامج اللي تحطله شارك في جزء بسيط من التدريب الجماعي اللي عملوا الفرقة وخضع لبعض التدريبات كده منفردا طبعا مع أندرياس اندوية المخطط الأحمال في الفريق ودكتور أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي قال إنه حدد برنامج تدريبي خاص هيكون لمحمد مجدي أفشة بسبب أنه اشتكى طبعا من دور برد خفيف بعد مواجهة سياتل الأمريكي مبارح وقال إن شاء الله أنه هو هيكون جاهز للمشاركة في المرام بشكل جماعي بداية من بكرة إن شاء الله دي أفشة طبعا وزوره في تمرينة النهاردة